السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام الذين يتساءلون عن حالة الصحية بعد الإصابة بمرض كورونا أبشركم لله الحمد طيبة مستقرة ولكن الفيروس ما زال موجودا للأسف البارحة عملت مسحة تحليل المسحة الطبية هذه حقة الفيروس وللأسف اكتشفت أنني ما زلت مصابا وجاءتني رسالة بأنني أعزل نفسي أيضا وأنا مستمر في العزل حقيقة منذ أن اكتشفت الإصابة وتقريبا حتى هذه اللحظة الآن منذ الاكتشاف للفيروس وحتى هذه اللحظة تقريبا 12 يوم أو 13 يوم عموما يقولون تستمر أحيانا لمدة أسبوعين وأحيانا تستمر لمدة ثلاثة أسابيع بل أخبرني اليوم أحد الزملاء قال بأنه حتى بعد الشهر أحيانا يجد الفيروس ما زال موجودا والله أعلم لذلك أنا معتزل نهائيا أو عامل لنفسي حجر صحي أكل بعض الأشياء يعني أكثر من الليمون والخضروات ومشروبات الحارة والثوم والزنجبيل وكل ما يخطر على بالك وأشكر على بالكم وأشكر جميع الأخوة والأخوات الذين قدموا النصائح والذين لهم تجارب مع هذا المرض والحمد لله ونصر الله الشفاء والعافية وأن لا يرينا وإياكم أي مكروه ونجعلنا وإياكم دائما في صحة وعافية إن شاء الله ما أحلى أيام رمضان كانت أيام جميلة تجمعنا على روحانية الشهر المبارك كنت أتمنى أن أكمل لكم أيضا الليالي الفردية والليالي الزوجية وعرضها مع شروق شمسها لكن لم أتمكن حتى هذه اللحظة بسبب الإصابة بالفيروس أحاول إن شاء الله أن أبدأ من هذه الليلة في تجميع الليالي الفردية والليالي الشفعية حتى أنني أستطيع عرضها لكم إن شاء الله طبعا هذا الفيديو أنا سجلت بعد كثرة الأسئلة التي تردني في الردود والرسائل وإن شاء الله إلى خير بإذن الله تعالى ونراكم على خير بحول الله وقوته وأستودعكم الله وإن شاء الله نراكم على خير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة